أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية أحد نجوم الدفاع في الكرة المصرية تقلق الحياة مع المنتخبات المختلفة أبرزها كان قائد منتخب مصر للشباب اللي لعب كاس العالم هنا في مصر سنة 2009 اللي هو لو تعرفوهم أو عشان تعرفوهم روحوا وشجعوهم كان جيل الحياة مليان نجوم يعني وكان الجمهور عارفهم في سن صغيرة جدا غير طبعا فترته مع المنتخب الأول سواء مع اكتر كوبر انضم قبل كده أو حتى مع الزمالك وهي فترة اللمعان على مستوى الاسم غير رحلة طويلة مع امبي الكابتن صراح سليمان نجم الدفاع منوارنا أهلا وسهلا بك كابتن صراح بنوارك يا هاني ومبسوط أن أنا موجود معاك وفي قناة محترمة زي دي وشكرا طبعا على المقدمة الجميلة دي وإن شاء الله نقدم حقايا إن شاء الله أخبارك يكله بخير؟ أنا أخبار خير إن شاء الله الحمد لله الزمالك راجع للدورة النهاردة طبعا بعد مباراة غياب ماتش الأهلي أولا إيه راجع في قرار العودة للمشاركة؟ القرار العودة للمشاركة أساسي اسم نزل زمالك اسم كبير في الكرة المصرية أهلا كان قرار مجلس القدرة للتخذف وحقهم الطلبات الشرعية اللهم عايزينها طرق ليهم الأعادات اللهم عادوها وظهر ليهم شوية حق بعض الطلبات بعد مثلا تاني جالسة مع الرطة والوزير إن الطلبات بدأت خلاص الماتشات تنزل وويبان شوية ممكن الحكام تحاولوا تحقيق الحاجات دي كلها بوادر يعني بوادر إن الناس بتسمع للنزل زمالك شوية ممكن الجمهور مستقل ما كانش على نفس اللي هو متوقع من الطلبات إنها لازم تتنفس كلها كاملة ما ينفعش الطلبات دي مش سهل إنها تتنفس على طول هاني انتفاعل ليها تدريجي خلاص بان منها بوادر فأنا لازم أنزل ألعب اسم الزمالك اسم كبير سيبك بقى مطش الأهلي وقولك إن أنا مش ألعب العكس أنا ريتني كنت ألعب مطش الأهلي على الأقل أنت مطش الأهلي بيبقى مطش كاملة وبطولها لوحده إذن لو أنا مخدتش الدوري يبقى أنا اسمي كسبت الأهلي رايح جاي أو تعطل الأهلي عن منافس البرمز؟ لا موضوع تعطل الأهلي ومنافس البرمز الأهلي كده كده عارف طريقه وعنده الأولوية إن هو ياخد الدوري أيا إن كان المنافسة موجودة للكل بس الخبرات الخبرات الأكتر مع جمهوره الجمهور كمان هيساعده بتفاصيل كتير نادي برمز دوش كانوا إن هو وصل للمنافسة وفي عدد سنين مثلا خمس سنين إن هو نادي زي داي يبقى متكون وفجأة يبقى في المناطق دي دي بحية كويسة بس إذا أنت عارف يا هني دلوقت أنا شايف إن موضوع الجمهور وكمان عن إدارة والنادي الأهلي هناك الدنيا مستقرة عندهم وبيقدروا يحسنوا وكمان إن هو كمان إن عنده فرصة كبيرة النادي الأهلي ما بينه المنافس المباشر ليه عنده ما تشم أجريين بالنسبة له تمام؟ فالحاجات دو طبعا مع بيرامد الزهابا وإيابا أه طبعا طبعا فهنا هنا النادي الأهلي بيعرف في المواقف الصعبة شوية يعرف يعني أنت حاسس إن الأفضلية للأهلي في التاتويج باللقب في الآخر؟ مش موضوع الأفضلية مش أفضلية حاجة فنية في الملعب أداء السنادي لأ عنده الخبرات وعنده اللعيبة اكتسبت خبرات كبيرة وعنده الجمهور الابرهان دي بالذات بتاع الجمهور دي هني بتضغط بتضغط على الخصم وبالجد الدوافعي أنا عندي جمهور ببقى ماشي في الشارع أنا كان أنا لعب كرة لعبت بنادي بجمهور ولعبت بغير جمهور ونادي كبير زي نادي الزمالك بتبقى ماشي يا هني أنت خلاص عمل حساب دوافعك بتتجدد مركز أكتر غير ماتش أنا رايح النهاردة أنا شايف إن ماتش الزمالك يسراميكا النهاردة عادي إذن لو ماتش في حياة فنية عشان الجمهور مش موجود الجمهور مش موجود ومأثر على الفرقتين كنحية جمالية هي القرى كلها شغافها جمهور فإن شاء الله أتمنى زي ما أنت بتتكلم القرار إن إحنا نرجع تاني نشارك لحد ما مرضاش غرور الجمهور بتاعنا بس تدريج إن شاء الله نسمع الطلبات لبعد كده أنت الحقيقة كلامك منطقي جدا هو الجمهور بيعايز الحاجة بالوقت لكن هي فكرة العودة للمشاركة خصوصا إنك بينت أنيابك أنا لما تدايقت أبديت غضبي وحصلت على بعض المكتسبات مش بس ليا بل الناس كمان أنا تكلمت عنها دي المكاسب اللي المفروض الزمالك أو الزمالكويب وحاسين بيها لكن هو الجمهور ما بيحسبهاش كده جمهور بيحسبها أنا واحد أنا أتقالي كده ويخاف من فكرة إن أنا اسمي تراجعت ويخاف من مناوشات الجماهير الأهلي مثلا يقول له أنت رجعت في كلامك وكنت خايف مننا لكن هيك طلبات أولا كانت عادلة ثانيا نتحقق جزء كبير منها أو على الأقل حتى على مستوى النقاشات زي ما أنت بتتكلم فلعب الزمالك ماتشا النهاردة مباراة سيراميكة ريباترا أولا قبل بسالك على النتيجة أنت قلت نقطة مهمة أوي المباراكة اللي تفيها حاجات كتيرة فنية أي أكتر أو أبرز الملحظات اللي عندك ملحظات الفنية الفريتين بيلعبوا كرة فوتبولت دي كرة سريعة من ماتش مفتوح بيلعبوا بيبلدواب من تحت مش خايفين حتى سيراميكة كمان مكملة وبندوس وبتحاول تكنترول وبتبدأ الهجمة حاجات فرص متنوعة كورسابتة في حاجات في الماتش شكلها كويس يعني بالنسبة لي أنا أقعد كنحة فنية مبسوط من لعبة كتير أو في المالفريتين بصراحة بس الجمهور من موت الكلام ده الناس بتحتفل يهاني وعادي كأنه أعرف ماتش من أيام الكورونا فهم من غير بس في نحة فنية في من المدربين كمان الحتة الخططية شوية جمس كان متحفز في الشروط التاني من حوالي داعة ستين شوية نادي سراميكا أنا شايف أنه كان عنده فرص بعد ما هو تعادل معنا أنه كان مسك كورة أكتر بس شوية بالنسبة لسراميكا كابتن أيمن أنا شفت أنه طمع طمع لحد ما كابتن أيمن هو رتم لعبه أصلا وتفاصيل التاكتكس بتاعه هي كلها بيحاول أنه يبني ويعمل مسلسات في كل الاتجاهات وما بيستعجلش العجمة وفتح خطوطه وماطت السردباكين والباكين مكملين وبيعمل كسفة وجومية في وقت هاني لازم تستوب خلاص أسنازل زمالك برضو اسم كبير خلاص هو جوميز الدكو الكورة في مديها 60 لحد ديها 75 مش معنى كده أنتو تبقى مندفعي وجومية صح كان شوية ده اللي خلا نضاي في ديها في آخر الماتش الجوم فاضي قدامه لا ما خلاص هو آخر الماتش دي الجون الرابع لا في الجون التالت التالت هو خلاص مجهود زيزو مجهود زيزو مع تحرك مصطفى الناس ما خدش مصطفى شلبي وضعه التشريحي وزيزو جايله كان بوشه أيوا بستني منه الباص مصطفى عمل إيه عدل جسم وخطوتين بس بدل ما بقبوشه بدل بجنب لغبط رجب سيرديباك رجب نبيل مشتت ففتح سبيس يخرج منه ففتح سبيس إن زيزو يروح يروح أو يباصي معاه هنا هنا الجول التركان والغلط طبعا أن الناس التلاتة اللي الميت فلدي بتاع استراميكا محدش قابل يعني زيزو يجي من نص الملعب وماشي بالشمال لجوة هو طبعا زيزو إمكانيات كبيرة وأحسن لعيف في مصر بيقاله سنتين بتفاصيل كتير بإنتاج وحاجات بس في مواقف سيتوشيون في الملعب لازم أنا بقى صاحب قرار لما زيزو يوصلي من نص الملعب لحد طوما امتشار عنده وماشي أحب بيقابل لا إذن وقف من بدر فاول فهنا الموضوع على فكرة فكرة التاكتكال فاول دي يعني أنا شاف نعمش واخد حقها في مصر ما معمدناش قلت دي من أهم كابتن تامر عب حميد طرق حميد الناس دي قاله 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 إزاي قالت يعني دي جزء لا يتجزأ من اختصاصات اللاعبين جوه أرض الملعب كاكتكال فاول على طول قالت لما تحس إن خلاص فيه خطورة اعمل الفاول دي على طول ليه قالت أنا شاف هم موضوع إنها قالت كإمكانيات فنية معظم اللي بيلعبوا ستة في مصر هو ممكن اللي كان بيعملها كويس شوية حمد فتحي بيعملها كويس جدا وزاكي فيها وطرق حمد طبعا بس في الجيل الجديد كله بيعتمد رقم ستة إن هو بيركز على ناحية الجمالية إنه يلعب يبصم بين الخطوط ويحاول يستحوز فهم التفاصيل دي ما بيركز إنه ممكن يبقى فيه زي ما أنت بتتكلم يعمل فاول تاكتيكي في المكان ده يوقف هجمة معينة تسطب بطريقة معينة مبادري عشان ما تعمليش مشكلة لعبت أنت ستة كتير وكنت بلعب في المكان ده عشان الحتة دي والناحية الدفاعية أبقى كفر لرامي وبرامي مين اللي اكتشفك فيها أو قالك تقدم خطوة لقدام شوية كبداياتي أنا كنت بلعب ميتفيلد أصلا ستة في المحلة من أول مصعدت 2006-2007 كان عندي 16 سنة وثمان شهور فلعبت في المكان ده مع الكابتن برامي يوسف الله رحمه بتاع المحلة فأنا من هنا تطورت أنا ملعبتش مساك غير مع منتخب الشباب شوية سكوب قال صلاح يبدأ من ورا حاول نجربه وبدأت من هنا رحت الزمالك بداية ما تشاتف كاسمصر لعبت أول مطشين ميتفيلد ستة وبعد كده رعبت خلاص مشيت على رجعت على المساك على المساك ستوبر تاني وأنا ماشي ميزة الزمالك كابتن ترى العشري أنا لعبت ضده طبعا وكان في حرش الحدود وأنا في المحلة كان هو في ام بي ساعت لا 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 كابتن ترى كان في ام بي صح قال لي هو كان بيتكلم معايا صلاح تعالى طبعا أنا كان متحدد لي ثلاث استغنات استغنات موجهة المصري الإسماعيلي أم بي عشان كنت قايمة أولى بعد ميد ومشة العيبة والطمانتشر صفقة جوم أهن كان فتحدد لي أم بي والمصري والإسماعيلي فالكابتن ترى العش تتكلم معايا قال له صلاح هلعبك ستة أنا حد ما قلت له كابتن أمبالي أربع سنين ما شفتش المكان ده قال لي إن شاء الله لا وهتروح منتخب مصر بس تعالى وإن شاء الله تبقى أضافة كويسة ونقدر نرجعك تاني نروحت يا هاني أول تمرينة ليا الناس المكان شوية برضو المجود بيبقى أكتر أيوة طبعا المواقف مختلفة طبعا حاس إن بصوشا مش مرتاح فيه كملت أول ما تشف الدوري لحد ما النسبة الستين في المائة ده كويس التاني كويس 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 لحد بعد سادس ماتش كنت في منتخب مصر بجد من المكان ده أيوة مع كوبر بقى مع كوبر فالكابتن طريق العشر رجعك كابتن طريق رجعني قاس إن أنا ألعب بس هتا تعالى بل نفصل كده ثانيتين ثلاثة بس أنت دراستك كانت إيه؟ أنا كنت لقى اتفصلت من هندسة من أولى يه بجد مهندسة إيه؟ هندسة المنصورة أو بعد كده اتفصلت بقى ما كورة بسبب الكورة أنت كنت سنوارية عامة جايب مجموعة حلو كنت جايب اتنين وتسانية وثمانية من عشرة في تانية من غير التفاق الرياضي كنت تاني جمهورية ما شاء الله المحلة وسنة ثالثة إحنا كنا سنوار عامة تانية أو ثالثة أي واحد السنة وثمانية فأنت بش مهندس صلاح سليمي؟ بس ما كملتش في عدادي يعني عدادي عدادي بتتقال من عدادي مثلا فبما أنك مجموعك حلو فكنت جايب مجموع حلو في الفيزياء أكيد آه طبعا الفيزياء النهاردة تعبت الناس قوي كنت شايف مشاهد صعبة لكن أعتقد لتفادي مثل هذه المشاهد في خدمة حلوة أو بتقدمها شبكة صدى البلد من خلال موقع صدى البلد جامعات منع التليفون رئيس تحرير هذا الموقع الأستاذة صفاء نوار أستاذ صفاء أهلا وسهلا بيك من نوارنا أهلا أستاذ هاني بيك وبذوف حضرتك وبمشاهدينك أهلا وسهلا بحضرتك خدمة وكأنها المراجعة النهائية شاملة بشكل كامل لأهم نقاط المنهج عايز أسمع منك تفاصيل عن الخدمة دي لأن أعتقد في التوقيت اللي زيدة مهمة أوي لحبيبنا وزمائلنا الطلاب هي فعلا مراجعة نهائية ليلة الامتحان بنقدمها لكل طلبة التنوية العامة الحقيقة احنا كان الناس محتاجينها جدا لأن حتى في الفيزياء النهاردة كنا جايبين معظم الأسئلة اللي قالوا أن هي صعبة كان جاي في المراجعة بتاعتنا احنا بنعتبرها هدية لولادنا في التنوية العامة وهدية الأولياء أمارهم الحقيقة يعني كل المراجعات عندنا في ليلة الامتحان يعني منذيب أكثر وأشتر مدرسين في المادة ممتاز وبيتراحوا المواد كلها تخلال ساعتين أو ثلاث ساعات بيكون لامم المنهج بالأسئلة بالإجابات بكل التفاصيل بتاعت المراجعة الأسئلة بتكون كمان في ملحق بيها الإجابات علشان التأكد منها أو معرفة إزاي تتحلل المسائل أو الأسئلة آه ده بالتأكيد يعني يعني مثلا التاريخ لما ناس تعرض من الأسئلة والإجابات آه والأسئلة بتيجي زي ورقة الامتحان تقريبا يعني وده حصل في الفيزياء برضو بعنا الملاحظ كمان إن الموضوع مش مجرد مكتوب وهو في فيديوهات كمان بيوفرها الموقع آه إحنا الحقيقة موفرينها بفيديو بالشرح الكامل المتكامل عشان تبقى مع الولاد في كل حتة في البيت على التابلت بتاحهم على الكمبيوتر بنوفر وقت بنوفر مجهود بنوفر فلوس للناس دي عشان الحقيقة أولياء الأمور بيتعبوا جدا والأولاد بيتعبوا ودايما المدرس بنلاقيه بيلم ألافة طلبة في الليلة الامتحان عشان يجيهم المراجعة فقلنا ليه ما تبقاش في قدهم ومتاحة لهم في أي وقت يعني ممتاز خدمة الحقيقة يعني عظيمة بحييكم عليها بحيي شبكة صدى البلد عموما عليها إيه النصيحة اللي ممكن توليها للطلاب وإحنا مقبلين على امتحانات أخرى في الأيام اللي جاية بعد النهاردة فيزياء وتاريخ بقول لهم يتابعونا يتابعوا المراجعات بتاعتنا يقروها كويس وفتأني يعيدوا فيها أكتر من مرة إحنا بنركز معهم على الأسئلة الصعبة على الحاجات اللي هم محتاجينها فعلا في الامتحان بنشرح لهم إزاي ورقة الامتحان بتيجي إزاي يقدروا يحلوا إزاي يقدروا أن هم يتفوقوا فيها وإن شاء الله يا رب كلهم بإذن الله يكونوا من المتفوقين والنجس إن شاء الله بشكورك جدا أستاذ صفاء نوار رئيس تحرير موقع صد البلد جامعات فيزياء كانت حاجة عباني قوي أنا يا مزانوية عامة أه كنت أنا طول السنوية العامة كده منقصت في سنة تانية دي على بعض تلات درجات تانية جيت كم في الكام يا خمسين من خمسين نا براف سجيت على الفيزياء بجيت ثمانية وتلاتين من خمسين نزلتني جامد أنت كام دفعت كام أنا ألفين وتسعة ألفين وتسعة أه أه أتدفعت كام زي ألفين وتسعة برضو أه فجبت في سنة تالتة بقى على بعض كله أربعة وتسعين ونص نا حلوة لك كنت أجب في عام التعامي علوم اللي أنا كنت رياضة أه باش مهند الصلاح قولي باش مهند الصلاح النهاردة الزمالك بشكل عام هتكلم عن الماتش لكن بشكل عام كفريق إيه نواقصه إيه مشكله اللي بتخلي الكورة مش أحسن حاجة أو الأخطاء متكررة أحيانا أخطاء الفنية بالنسبة للتيم التيم من البداية كان مجرد بتغير ثلاثة بكل مدرب بفلسفة مختلفة وسوريو معتمة جمال طبعا جميز طبعا طبعا فكل واحد كان داخل بفكري يعني آخر واحد جميز إنه هو ييجي وإنه هو شوية بالنسبة لخلة للزمالك إنه هو يبقى ليه شيء شوية إنه هو بيلعب معظم الماتشات اللي استحواز معاه بيباصي ما بين خطوط شكل الزمالك بقى قويس الفول باك بتاعك بيكمله مع الكابتن معتمد مثلا عويام أسوري أسوري كان بيحب بيخلي أي حد من الفول باك يخشه جوا بك إنه سيتي فلأ شوية كان لغبة التيم إنه هو حلفنية للزمالك أنا شاف إنها مع جميز أو الكابتن معتمد يبدأ تتصحح من الكابتن معتمد لحد ما الكابتن معتمد عارف إن كانات اللاعبة شوية حط الفرقة الطبعية الأسماء الطبعية ما ألفش زي بحنا صح حط السوابت للتيم وبتدريجي المدرب طبعا جميز جاب يشوفه بيتابع بس الدور مش هيسعفه إنه هو تشوف النحة الجمالية اللي إنت عايزها مكتملة بالنسبة للزمالك لأ معاك وقت إنت محتاج كمان لعيبة آه محتاج لعيبة محتاج لعيبة وكمان بعيد عن الكلام ده كله العدلة بقى في التنظيم العدلة في الماتشاط العدلة في إن أنا سكن الماتش ده يبقى لعب في معايد مش أبقى تفاصيل معينة مش شرط الزمالك بس يعني أنا على النحة الفنية دوري ككل الدوري بجب يعني أنا بالنسبة لي مثلا النهاردة يعني ماتش البلدية أنا زعلان بجد مستوى البلدية وإنبي آه البلدية اسم كبير اسم كبير وفرق جماهيري ونادي إنبي عنده لعيبة كويسة بس لأ ما فيش حياة في الماتش ما فيش حاجة وبيلعب الصعر باع واللعيبة طبعا لحد ما الظروف صعبة بالنسبة لي ما فيش حياة فنية التأثير طبعا الماتشات مش منتظمة ناحة الفنية إن أنا حط مثلا خطة لأي كوتش عشان يخش بداية دور بالنسبة لي بيبقى حطت خطة كاملة وخطة بديلة إذن إنت لو حصل لك مشاكل كلجنة مصابقات يتحصل لك مشاكل في ماتشين يبقى فارق ماتشين بس المتأجرين مش الماسفة دي كلها هاني الحاجات دي بتأثير دي كلها بحاجة بحاجة على المستوى الفني طبعا إيباري كل كل ها طبعا الزمالك من بعد ماتش الكمفدرالية والتتتويق باللقب ست ماتشات اتنين بس كلين شيت في مشكلة دفاعية في الفريق طبعا ايه هي المشكلة الدفاعية كانت بالنسبة لي شوية ان جومت ماتشات الدوري عن ماتشات الكمفدرالية بالسيستم بتغير تشكيلين تشكيلين والسيستم بتغير ماتشات الدوري بيلعب بثلاتة ستة وتمانيتين في ماتشات أفريقيا بيلعب بثلاتة بثلاتين ستة وواحد وعشر قدام فالحاجات دي بتأثر شوية معاه من ناحية ان هو كان لعبه كله هو اصلا جمس طريقة لعبه انا شايف ان هو بيحب له جمس شوية بس اللغبات اللي ورا دي انا شايف يعني شوية مستوى حسام مأثر شوية عن ناحية دفاعية اه في صراحة ايه مشكلة حسام عبد المجيد لانه محير شوية وانا كنت بسمع اراءك دايما عنه ان اللعب هتطور حقيقة بداياته كانت مبشرة وكانت بتقول انه ان اللعب دي عنده هامش من التطور بعدها ظهر بمستوى كويس لكن بعدها تراجع استمر التراجع فمحير بالنسبالي انا عايز اسمع رأيك انت لان انا عارف انك بتهتم كمان بتحليل اللعبين كتمركز ووضعهم عامل ازاي فحلل لي انت حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد زي ما انت بتتكلم هاني هو شفت منه بوادر كويسة وادى وكان شكله كويس مع فيرة بتفاصيل كويسة بأداء بانتاج عنده شغف لحاجات اه مع فريرة سوري فمعظم برضو انت بتتكلم انا هددله عزري مثلا صغير انه ناحية الفول باكل اللي جانبه بصفة مستدهيمة طول السنة مسابت مرة عمر جابر مرة فتوح مرة مضاي مرة عاطف يعني فهم هاني التفاصيل دي هو مش حاطط يعني طريقة معينة وعنده الاساليب انه يحفظ هاني فلما هاني روح باتجاه معينة عن المدافع ده ابقى اخد قرار امكانيات هاني البدنية في الاسبرينت هاني لا اضعف شوية من عمر جابر استنى مش عارف نضاي النحل تغطية العكسية في العالي كل ده لازم اقرأه حسام ما بيحاولش اقرى الكلام ده كله بلاس ان جسمه الشيب بتاعه في قطلة عضلية كبيرة يعني بتقلل حركته وبالنسبة للمساك اول خطوطين اهم حاجة اللي مخلي الوانش كويس وعب منعم كويس عن اي حد وفرق معهم خطوطين الأول بتوعهم واخدين خطوطين سراع عندهم التصارع البداية بتاعته قوية جدا بالباور مع التاكلينج وانه هو بيقض قرار حسام دي بطيقة فيه شوية حركة رجله من تحت بطيقة شوية ده مخلي يمكن ميكالي بيفكر في فكرة دعم خط الدفاع بلاعبين من فوق السن يمكن هو حسام عبد المجيد أساسي في اختيارات ميكالي في المنتخب الأولمبي ولكن ميكالي عنده مشكلة بشكل عام فيما يخص الاختيارات مش بس من فوق السن بل حتى القوام الرئيسي تواصلنا مع مستر روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي من خلال الزميل كريم عبد المحسن هل فعلا هدد بالاستقالة من المنتخب الأولمبي قبل خوض منافسات أولمبياد باريس 24 فكانت إجاباته أني لم أهدد بالرحيل عن المنتخب الأولمبي بسبب رفض الأهل انضمام محمد عبد المنعم وإمام عشور كما تردد لكني أواجه أزمات في استدعاء لعيب المنتخب أنفسهم وكذلك انضمام الثلاثي الكبار طلبت توقف الدوري خلال الأولمبياد سألنا فقال أن أنا أحاول في كل الاتجاهات لإيجاد حلول قبل الأولمبياد وبالتالي تلميح لأنه ده طلب من ضمن طلباته أو أنه منفتح على طلب زي ده والحقيقة أنه منتخب زي ده كنت سامع المهندس صح ما مجاهد مبارح بيتكلم في أنه راجل مرتبه كبير بقاله سنتين ونص معنا راجل واخد ميداليا قبل كده فلازم تتوفر له عوامل النجاح ما تبقاش العراقيل هذه نقطة من ضمن النظام المسابقة عندنا عراقيل المنتخب بتاعنا بسبب شكل الجدول زي ما أنت بتتكلم صح يعني كلامك صح أنه نقطة بالنسبة النظام المسابعة لأه النظام محطوط بسيستم وخلاص أنا ماشي عليه وبينفزه مش هبقى في الوقت ده النادي الآله يبقى حابب أنه ما يودش العطو ده حق حق إليه أنه عنده من نفسه وأنه حق تانيا لو نادي الزمالك كان بينفسه يبقى عنده نفس الكلام بزياده أو أيا كان التفاصيل اللي عنده كالعيبة فهي الراجل عنده حق أنا طبعا بالنسبة لي منتخب مصر يعني هو كل الموضوع ده كله واللعبة والأندية وكل عشان المنتخب يبقى قوي جامد طب أنا دلوقتي عنده أولمبيات وبطولة كبيرة يعني ميداليا ميداليا أولمبية وبعدين مجموعتك تفتح النفس أنك تطمح أكتر أنت عندك أسباكستان وجمهورية الدومينيكا مع إسبانيا فبالتالي احتمالات أنك تتأهل موجودة قائمة أنا بيقول أنه كمان الاسبوتة على الناس مفيش مفيش اسبوتة على الفرقة على المنتخب ده محدش بيتكلم واللي هو عادي للناس دي محدش بيقول مثلا إبراهام عادل وصابر لا يفضل عشان المنافسة والناحية التانية مثلا لو كوكا والدبيس أو أي أن كان التفاصيل الصغيرة وعندك في نادي الزمالك زياد وحسام ومش عارفهم وش حياتة وش حياتة التفاصيل ده كلها لا ما تقوليش لا لا دي لازم ده منتخب مصر مين اللي يقوله منتخب مصر لا فعلمني اللي يقوله لا هو نظام المسابقة اللي بخليك تضغط النظام المسابقة اللي بيحدد كلام ده باشي بس كالعيبة اللعبة الصغيرة ايه مشكلتهم دي فرقتهم تعبهم واحد زي شحاتة زي زي زياد زي دبيس زي كوكا زي صابر زي برام عادل الناس دي منتخبها اه امام احترامي بيتعبهم وبرضه عنده طنوح وعب يفكر انه بيلعب في الأنبيات عايز يحترف وده أكبر منصة بالنسبة له يتشاف فيها ايه يا جماعة في ضوء المنتخب وقيمته مين الثلاث لعيبة اللي شايف ان المنتخب محتاجها من الكبار فوق 23 سنة ما الكبار لو انا عايز اي حد اه من غير بام وافألتهم اه عب منعم زيزو محمد صلاح زيزو وصلاح اه ده السؤال المطروح دايما هيلعبه ازاي مع بعض في المنتخب الاول احط زيزو تالت احط زيزو تمانية عادي تمانية المشكلة اه فينا المشكلة لا ما فيش مشكلة يعني اسمه صلاح ايه فين مش شرط احط صلاح لاين خلاص احط صلاح ساكند سترايكر من جوه وانا اخلي صلاح يلعب وينجر واخليه يدفع ويهاجم لا 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 بالنسبة مع التيم بتاعها اقرب له التمانتشر اكتر هادور له مكان اهاني زيزو ولا امام لما ان امام تمانية زيزو انت هتنقله المركز تمانية لا زيزو ليه يعني بالنسبة لي زيزو زيزو يستحق من ناحية ان هو بقاله سنتين ونص بيشتغل بمرضوط قوي جدا امام عشور انت مش بتكلم على الاحقية بتكلم على الاضافة اللي هتضاف للمنتخب باستقدام لاعب هو هايديف زيزو انا بالنسبة له هايديف انا مستوى امام بالنسبة له انا شايفه امام وانت يا هاني هتتبعه وممكن امام ممكن انا مولتش كنحة فنية كفينيش ان هو يخلق فرص لا بيقدي لحد ما مع النادي الهالي والقرى معه بيبقى كويس والقرى معه ليه علاقة باللاعب نفسه اذا ليه علاقة بشكل الفريق وافكار المدرب والادوار اللي مكلف بيها اللاعب لا 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 ليه علاقة باللاعب ازاي ده امام كان بيلعب برضو جنب طارق وهو الحقية ان هو كان بيكمل في الحتة ان رتم جاري امام والمتطلبات قلبه والشغف كان جاري اكتر دلوقتي امام بيركز ان هو انا بلعب انا معاه كورة كمية الجاري قلت اه بينتج وشكله كويس وبيقدي بنحية فنية وكامكانيات امام من احسن لعبه جات في المكان ده بس انا بالنسبة لي مش مكمل مش مدي الفل في الجاري كجاري كمستوى نسبة الجاري اللي هو بيجريها مين احسن لعيب في مصر زيزو طبعا حسيت بس اقلك السؤال وانا معي الايجابة ده بجد زيزو بالارقام وبالاداء هاني بجد بالارقام وبالاداء والاستمرارية ما هم كمل بنسبة 80% الاستمرارية اللي عند زيزو تخليك تقول انه افضل لعب في مصر خلاص تمام مش مخالف هبص النحل فنية انا بتكلم ان امام عشو لعيب جامد جدا طبعا انتظر منه استمرارية وانتظر منه تطور اكتر كمان لكن انا بتكلم على الاستمرارية طبعا السنتين ونص ثلاثة زيزو نفس الليفل لما بيبقى مستوحش قوي بـ 70% من اداوه بيبقى مؤسس من نتيجة الماتش فلا زيزو طبعا بسألك عن المدفعين فمهم اسألك عن محمود علاء شفت ازاي رحيله عن الزمالك طبعا انا زعلت هو محمود اسم كبير ولعب كبير طبعا بحب لعب بحب طريقته ولعب معايا وطبعا قلت له انت لسه لك وقت ما تزعلش انت عملت اسم في نادي الزمالك وتعتبر هدف تاريخي واسمه كويس اوعى محمود مع كل التفاصيل هدف تاريخي للمدافعين والمدافعين اه طبعا فانت خلاص ولسه انت عندك وقت كمان وخلى عندك الشغف اكتر وانت لعب كبير وما تزعلش بس انا كنت شاف انه ممكن استفاد من محمود مع احترامي عنده خبرات كتير اوهاني المدرب حسيته ان هو خلاص ومحمود كان جاي برضو الظروف مساعدته ما تساعدش بعد ما رجع من الاتحاد ان انا كامكانيات محمود لعب كبير المفروض كان يبقى موجود يعني ناس كتير غلطت يعني حسام كان غلط كتير قلت لمحمود المشكلة ياسر حمد ما بيلعبش فبالتالي محمود اهو خدرة طبعا يا كابتن يلعب يلعب تجارب سابقة معه شفت اهو انا بصراح بيتم استغرب انا كبير ما اي حد يبقى مستغرب يعني انا شايفه هو القرار مش في مجلس انا شايفه مش من مجلس الادارة قرار مع المدر الفن خلاص هو حتى محمود ان هو بالنسبة له اوت فما تضغوش اي فرصة خاطر متابع اليورو اه طبعا ايه رأيك في النتائج شفت النهاردة المتشجات الاول لا طبعا نحكي للناس اللي حصل النهاردة واخد رأيك بعد كده في توقعاتك النهاردة لعبت مبارتان افتتاح دور 16 من بطولة الامم الاوروبية 2024 وكانت النتيجتان كالتالي سويسرا هزمت حامل اللقب ايطاليا بهدفين دون مقابل والمانيا فازت بنفس النتيجة اصحاب الارض على الدنمرك بنتيجة 2-0 هدفاء سويسرا سجلاء في الشوت الاول والتاني من المباراة فرويلر سجل الهدف الاولاني وبرجاز سجل جول حلو اوي في بداية الشوت التاني من المباراة ارتو جميلة كده في شباكة دون رم اللي ودع فريقه البطولة عشان تستمر لعنة البطل كل ما بطل ياخد بطولة في اخر 4 نسخ بيخرج من دور 16 في النسخة اللي بعدها حصلت مع اسبانيا حصلت مع البرتغال حصلت اهيه مع ايطاليا في النسخة التالتة وبالتالي ودع حامل اللقب ايطاليا نتيجة منطقية وسويسرا بالنظر للمستوى الفريقين في البطولة سويسرا كان اقصى من دور 16 في النسخة اللي فاتت فرنسا بركارات الترجيح في المباراة التالية المانيا اصحاب الارض واصحاب الاداء الممتع جدا تسلحوا بالبرق والرعد وصعقوا الدنمرك بهدفين دون مقابل والهدفين جاء في الشوت التاني من المباراة الاولاني من ضرب الجزاء سجلها اللاعب كاي هافرتز في الشوت التاني تحديدا في الدياة 55 من زمن المباراة بينما الهدف التاني سجله جمال موسيالا في الدياة 68 من زمن المباراة نوير اصبح اكثر لاعب في تاريخ المانيا مشاركة في اليورو بماتش النهاردة واداء المانيا الممتع شهد التصويب تسع مرات بين التلات خشبات ولكن تصديات شمايكل كانت سبعة وبالتالي نجى الدنمرك من استقبال اهداف اخرى ليتأهل منتخب المانيا الى الدور ربع النهائي على ملعبهم ومن ارض دورتموند وتحت اجواء صاعقة صلاح مين هياخد البطولة انا بالنسبة لفرنسا ممكن شوية انجلترا لو المدرب يحاول يفهم يلعب الناس راشفورد الناس اللي بتبقى بره فيه اسماء كتير بره راشفورد مش معاه اصلا مش واخده خالص مش واخده اصلا فيه كمسلا فودن برضو بيلعبه وينجر من ناحية اليافت مش على عدلته فودن بيبقى كويس ما يبقى شهده سترايكر هو يبقى قريب لجون شوية من ناحية الرايت مثلا فول وينجر من ناحية الرايت بلغبات حاطت ارلند في نص ملعب ستا زحم عمل تفاصيل كتير كده مش الشيب رغم ان امكانات اللي عابلنا معاه ايه جامده اوي انا شاف فرنسا فرنسا بكرة انجلترا تلعب مع سلوباكيا الساعة سبعة مساء اما العشرة فمبارات اسبانيا مع مفاجأة البطولة جورجيا اسبانيا برضو تقيلة اه اسبانيا برضو تقيلة بس اه كنحية انه هم يبقوا عندهم حلول اه عندهم اسماء كتير يعني عنده رودري وعنده كرفخال وعنده ويليامز وعنده وعنده تفاصيل مراطة وعنده بادري وعنده ناس تأدي كويس بس انا شايف النحية النحية بالنسبة لفرنسا يا هاني مكتملين في كل المراكز اه حاسنهم مكتملين وكوية وفي سرعات وفي مهارة لا كاملين مكتملين بالنسبة لي مكتملين بالنسبة لك اخيرا قبل ما نختم حلقتنا منتخبنا الوطني ايه رأيك في المشهد صدارة المجموعة تصفيات كاس العالم وتحت قيادة الكابتن حسام حسن اللي كان السبب في رحيلك عن الزمالك بحسب تصريح السابق اريتوليك اه طبعا كابتن حسام هو سبب رحيلة عن نادي الزمالك اصلا هو بالرغم انه كان عايزني 2009 في الفترة الاولانية الاولانية كان كنت انا موجود كنت مفروض ان انا هبقى موجود والمحل انا موفقوش عشان كنا بننزل درجة تانية كابتن حسام حتى من ناحية انه هو مشانة والتفاصيل دي كنت بحبه جدا اه ومازلت بحبه وفي كل البرامج لما بطلع عاني بتكلم وبقول الحق اه ممكن يبقى انت فيه الصدام مبيني وما بينك بس انا اتمرنت معاك عارف مميزاتك وعارف عيوبك اه بلاس انك مدير منتخب بمصر كله فهدور على الايجابيات وهقول فيها مم فانك بس سلبات لما متكلم تيها ببقى العرب منها اصلاحها كمان بس بتفاصيل صغيرة مش بكتير مفهول مش هقول انت اجريسف قوي انت ممكن شوية تبقى الصدام في التفاصيل معينة لا انا شايف المنتخب مع الكابتن هيبص فهم الروح مع الجمهور التفاصيل دي كلها هيفهموا ان الكابتن لما بيبقى اجريسف او بيبقى متعصب هو عايز يطلع منك احسن حاجة مش بيتعصب عليك اللي هو ما بيعلمش عليك لا 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 خالص بالكابتن بيدي عن الكلام ده وبره الملعب هتشوف ويتقعد ويتهزر معاه انت اما حاجة بالنسبة للكابتن يبقى قلبك اهو مش عايز الناحة الفنية كده كده هو بيخلص نحة الفنية في الكاتشري بتاعه في تامرينه بيبقى جاهز وريدل كل حاجة اما حاجة في الملعب هو عايز قلبك يبقى حاضر ما هو انت ذكرت خلاص خلاص اللي شغل الكلام ده كله اللي شغل القلب خلاص مع الاشارة التنبيهة من مخي خلاص اخش جامعة ده اروح هنا اعمل هنا كابتن حسام عايز التفاصيل دي وشايف انه هو عنده امرونا في حاجات زمان الكابتن حسام لما كان يشيل من هاني بجد لو هاني مين وبقى مكسر الدنيا مش هياخدك بجد فانا شافه موضوع مثلا عمر وفتوح لا استغرقت انا واحد من ناس كنت قلت انه مش هياخده بس فجأني فده بيوضح لك دلالات على احتلافات ممكن تكون موجودة في الشرصية طبعا الصلاح انا من زمان كان نفسي قابلك فبسط جدا بلقائنا نورتني وشرحتني اجنورك هاني وانا كمان موجود معاك نورتنا نورتنا نورنا البشموهند الصلاح سليمان نجم الزمالك والمحلة وامتي السامق كنتوا كمان نورتونا في بداية اسبوعنا غدا بإذن الله لقاء جديد الساحد اشر فتحيات كل فري العمل والتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء اشتركوا في القناة